نشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الشعوب الخليجية إلى الانتباه والحذر من المخططات التي تستهدف أمنهم والمؤامرات التي تحاكو لزعزعة استقرار دولهم وأن تكون مواقف هذه الشعوب واحدة موحدة ضد كل ما يهدد ما تنعم فيه من أمن وأمن فالحذر الحذر مما يراد إدخال الشعوب الخليجية فيه وزجها في دوامة الصراعات والعنف والتوترات وأن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى معقود على قادة دول مجلس التعاون في حماية أوطاننا وأن الثقة كبيرة في قدرتهم على التصدي بالموقف الموحد والحكمة المعهودة لهذه المؤامرات وصون منجزاتنا كدول وشعوب وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقسلك ضيبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة المالكة والنخب الفكرية والإعلامية ورجال الأعمال والمسؤولين والمواطنين حيث تناول سمو عددا من قضايا الشأن المحلي والخارجي وقال سمو إن السنين الماضية التي مرت على الأمة العربية كانت بمجملها تجارب صعبة ودروس عديدة وعلينا أن نستفيد من هذه الدروس في كل ما يدعم توجهاتنا نحو التضامن والعمل المشترك الذي يزيد من قوتنا ويحفظ لشعوبنا وأوطاننا الأمن والاستقرار وأعرب سمو عن أمله في أن تكون دول وشعوب دول مجلس التعاون قد أخذت من هذه الأحداث والتجارب العبرة والدرس في تقوية عزيمتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية دول المجلس من أن يطالها أو يطالها ما تشهده بعض الدول الشقيقة للأسف من أحداث قضت على مكتسبات ومنجزات شعوبها وقال سمو إن المنطقة تتأثر بما تمر به الأمة العربية من تطورات وبما توجهه من تحديات ويجب علينا أن نكون دائما منتبهين وأن نحمي إنجازاتنا ومكتسباتنا بتماسكنا ووحدتنا الوطنية وخلال اللقاء أشهد سمو بما يتمتع به شعب البحرين من وعي وسمعة طيبة وصلت إلى أفاق متقدمة نالت التقدير والإشادة في الإنجاز والإبداع إقليميا وعالميا وقال سمو إن شعب البحرين هو شعب واع وشاكل ربه وبلده وقيادته وكان وسيظل نموذجا في الوطنية والإخلاص وأكد سمو اهتمامه الشخصي وحرصه على الاستماع إلى الناس ومتابعة متطلبات المواطنين واحتياجاتهم في كافة مناطق المملكة وتوجيه الجهات المعنية إلى سرعة حل ما يواجههم من مشكلات واتخاذ مختلف الإجراءات التي تيسر على المواطنين أمورهم الحياتية والمعيشية ونوى سموه بالدور الذي يقوم به الكتاب والصحفيون في تنوير الرأي العام من خلال ما يكتبونه من تحليلات وموضوعات قيمة تتسم بالعمق تجاه مختلف القضايا المحلية والدولية في الشأن الخليجي أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تقوم به من جهود في الدفاع عن أمن واستقرار الأمتين العربية والإسلامية وما تبدله من مجهودات كبيرة لإنجاح موسم الحج والتيسير على حجاج بيت الله الحرام ودع سموه حجاج بيت الله من المواطنين إلى أن يكونوا جنودا في حماية المقدسات الإسلامية بالحرمين الشريفين وأن يكونوا أكثر حرصا على الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعتها الشقيقة السعودية من أجل مساعدتهم على أداء شعائر الحج بكل أمن وأمان ترجمة نانسي قنقر